وقلنا أن العقل اللا واعدة لقوانين اللي هو العقل الباطل، من أهم قوانين العقل الباطل أن ما تركز عليه تحصل عليه يعني تلاقي واحدة تقولك أنا طول عمري خايفة أتجوز واحد صوته عالي زي بابا تتجوز عرباجي تقولك أنا طول عمري خايفة أتجوز واحد بخيل زي بابا تتجوز أبخل خلق الله العقل مكون ليس بذكي إطلاقا هو يحكم على هذه الأشياء مهمة أو غير مهمة فقط بالتكرار فإذا ما تكررت الفكرة كثير خايف تتجوز بخيل خايف تتجوز بخيل خايف تتجوز بخيل يتخيل العقل أن هذه فكرة مهمة ويشتغل على تنفيذها فتتجوز واحد بخيل تشوف الخزوق المعتبر طبعا تنشو خبلك من كده لأن العقل لا يقبل صغة النفي يعني مثلا تجي الطالب يقول لك إيه يقول لك أنا خايف أسقط العقل لا يقبل صغة النفي فبيشيل كلمة خايف أو أنا مش هسقط فبيشيل كلمة مش ويترجمها إيه أنا هسقط فلا شعوريا بتلاقي كل حاجة مسخرة أنه يفشل